الى سوريا الان فبعد توقف دمى اسبوعين اثرى تهديد دمشق واستهدافها استأنفت تركيا حملتها العسكرية في الشمال السوري واعتقدمت الياتها العسكرية وفصائل المعارضة التي تدعمها لتصبح على مشارف مدينة الباب تقدم يعكس رغبة انقرة في استعجال حسم معركة الباب والاتجاه منها الى منبيج من اجل اكمال السيطرة على منطقة مساحتها نحو 5000 كم مربع وتسميها تركيا بالمنطقة الامنة لكن دفع تركيا بالمزيد من التعزيزات العسكرية في شمال سوريا قد يتحول من محاربة داعش الى فرض وجود تركي دائم في المنطقة وقد يتحول كذلك الى حرب مفتوحة مع الاكراد المدعومين من واشنطن هناك بعد تصريحات باتجاه التريوث قبل اكمال عملية درع الفورات تمددها نحو مدينة الباب الشهر الماضي تبدو انقرة الان مستعجلة في حسم المعركة والاتجاه منها الى منبيج من اجل اكمال السيطرة على ما مساحته نحو 5000 كم مربع تسميها تركيا بالمنطقة الامنة الاستعجال التركي وتعقيد المعركة قد يمهد لان يأخذ الجيش التركي الدور الاكبر فيها هذه المرة بدلا من دور الجيش السوري الحر الذي تشهد صفوفه مؤخرا بعض الانقسامات ورغم زيادة التجنيد فيه برعاية تركية مؤخرا الا ان عدد مقاتليه ما زال اقل من ان يسمح له بالسيطرة منفردا على مساحة المنطقة الامنة او دخول مدينة الباب وذلك على الرغم من الاخبار التي تأتي بهروب جديد لقيادات داعش من المدينة كما حصل سابقا في جارابلوس قبل ان يدخلها الجيش التركي المقاتلات التركية التي توقفت منذ اسبوعين عن التحليق في السماء السورية بعد تهديد ديمشق باستهدافها واعلان موسكو تزويد ديمشق بمضادات للطائرات عادت لتحلق في سماء الباب وتقصف اهداف داعش هناك على الرغم من ما قد يحمله ذلك من مجازفة كما دعمت تركيا تواجدها بتسعين دبابة وهو عدد ليس بالقليل ويستوجب عسكريا وجود قوات برية داعمة نهيك عن تصريح الاعلام التركي بوصول قوات خاصة تركية على مشارف مدينة الباب لقيادة المعارك هناك بالتدريج اذا يتحول الدعم التركي للجيش السوري الحر الى تدخل مباشر للجيش التركي في سوريا تدخل يأخذ على عاطقه مجازفات عدة بينها احتمال مواجهة الميليشيات الكردية التي تصابق الزمن هي الاخرى الى الباب كذلك مواجهة الجيش السوري الذي تحرك الى المدينة ذاتها مؤخرا دون ان تكشف الخطوات التركية هذه عن مصير قوات الجيش الحر الذي يقاتل الى جانبها حاليا فهل سيتحول الى نواة لجيش سوري جديد كما وعد اردوغان ام ان مصيره سيكون نفس مصير سابقه بعد ان تحقق تركيا اهدافها في المنطقة معنا الان من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الياس حنة عميد حنة مساء الخير مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الاخبار نتحدث عن عملية تركية كبيرة على ما يبدو باتجاه الباب نتحدث عن قوات خاصة حوالى 90 دبابة وما يدعمها من قوات برية هل نحن نتحدث عن عملية تتعدى مجرد ضرب داعش والقضاء على داعش في الباب داعش هي السبب داعش هي الحجة كما نعرف وهذا امر يعود الى التاريخ التركي عزيزي مهند عندما تحدث عن هذه المنطقة هذه المنطقة بالمساق الوطني بعام 1920 حدود تركية الجنوبية تمتد من اسكندرون حتى كاركوك مرورا بهذه المنطقة ومرورا بحلب حتى وبتلعفر وحتى بالموصل اليوم الدخول المؤشر الأساسي عن الرضا أو عدم الرضا يجب أن ننتظر الرد الروسي في هذا الإطار لأنه أعتقد بالمصالحة الأخيرة كان هناك قواعد اشتباك معينة هذا الأمر هو مهم لتركيا ولكن سيفرض عليها في المرحلة القادمة أعباء عسكرية مهمة جدا جدا خاصة نتحدث عن مساحة كبيرة نتحدث عن بيئة غير ودية ليست صديقة لتركيا طيب فيما تعلق بالدور الروسي عميد حنة الآن تركيا يعني توقفت عن هذه الطلعات الجوية على مدى حوالي أسبوعين الآن باشرت واستأنفت هذه الطلعات هل هناك هل يمكن للتركيا أن تقوم بمثل هذا الموضوع بدون على الأقل ولو إشارة صفراء من موسكو أنا أعتقد هناك اتفاق ضمني أن الاستفادة روسية وروسية تنظر إلى المنطقة شمال تركيا وحتى شمال سوريا وحتى سوريا بالضبط من ضمن حسابات أكبر بكثير اليوم هناك حق بالمعنى الجيو السياسي لتركيا أن تخلق هذه المنطقة بسبب الوجود الكردي خاصة أن الرئيس إردوغان صرح سندخل إلى الباب سنذهب إلى الرقة وهذا أمر سيفرض عليه أمور معقدة أكثر اليوم دخول تركيا إلى الباب هذا أمر لا يعني أنها احتلت وبقيت وهي مرتاحة وهذا أمر قد يغرق تركيا في الوحول السورية وهذا أمر لا يزعل بشأنه إن كان النظام في سوريا أو إن كان الرئيس بوتين نحن أمام مرحلة معينة نتحدث عن سميه الهلال السني لا أقول الهلال السني نتحدث عن تدخل في تركيا وحتى في العراق على أساس إثني كما فعل الرئيس بوتين بأوكرانيا نتحدث عن التركمان نتحدث عن طلعفر نتحدث عن كاركوك وهذا أمر مهم جدا للعقل التركي اليوم مع الرئيس إردوغان نعم ولكن نحن نتحدث عن مساحة ضخمة عميد حنة في سوريا نتحدث عن خمسة ألاف كيلومتر مربع تريد تركيا يعني فرض سيطرتها عليها هناك خطرين خطر يعني من التهديدات التي أطلقها الجيش السوري وحذر تركيا في السابق وهناك أيضا خطر آخر متمثل في إمكانية المواجهة مع الميليشيات الكردية كيف ستتعامل تركيا برأيك مع هذين التهديدين كل دخول تركي يتعلق بمسافة وعمق المسافة التي تدخل فيها إلى تركيا اللهم إلا إذا كان هناك اتفاق سوري روسي وبالتالي تركي كل مسافة أعمق من هذا الأمر يتطلب منظومة عسكرية يتطلب منظومة عسكرية تقوم على الدعم الناري تقوم على الدبابات تقوم على القوات الخاصة تقوم على الاستعلام التكتي تقوم على منظومة لوجستية يقال عنها خطوط المواصلات والخطوط اللوجستية كل ما دخلت إلى الداخل إلى بيئة غير آمنة هذا الأمر سيعرض قواتها إلى المخاطر وهذا أمر نتحدث عن 5000 كم مربع تقريبا نصف مساحة لبنان هذا أمر ليس بالسهل الله أمه إلا إذا كان هناك اتفاق وهذا أمر على المدى البعيد على المدى البعيد قبل الحل في سوريا سيضع تركيا في عملية استنزاف مهمة جدا اللهم يجب أن ننتظر لنعرف ماذا سيحصل في بعشيقة في شمال مدينة الموصل أيضا كيف نتوقع أن يكون رد الفعل النظام السوري في هذه الحالة أنا أعتقد أن النصام السوري يريد ولكنه ليس قادرا قدرة طرد الجيش التركي ليس قادرا لا بالمعنى العسكري ولا بالمعنى العددي اليوم نتحدث الأولوية اليوم للنظام والأولوية لروسيا الاستعداد يجري لتحرير أو الاستلاء بالكامل على حلب أنا أعتقد هناك كما يقال بالعربية أنه تطنيش عن هذا الموضوع كلما دخلت تركيا إلى الداخل توفر في الجهد على روسيا وتوفر في الجهد على النظام ولكن بالمعنى القانوني وفي أي حل سوري سياسي في المرحلة القادمة تكون تركيا دفعت التمن الأكراد دفعوا التمن والاستفادة لسوريا لأنه لا بد من الانسحاب التركي على المدى البعيد لأنه اليوم أعتقد أنه روسيا باقي إلى فترة طويلة وطويلة جدا ومن الواضح أيضا عميد حنة أنه الآن المسألة ليست دعم المعارضة السورية المسلحة الآن هناك تدخل تركي مباشر هناك قوات خاصة هناك عمليات تقوم بها تركيا بشكل مباشر كيف يستنعكس هذا برأيك على العمليات التي تقوم بها المعارضة المدعومة من أنقرة المعارضة المدعومة من أنقرة بالنسبة للعديد هو عديد بسيط جدا وهذا أمر يعتبر باي بروكسي أو بالواسطة يعني حجة دخول تركيا إلى الداخل هي تريد شيء من الداخل السوري ما يسمى بالجيش السوري الحرب مع تركيا هي حجة للدخول وإذا انقلبت على الجيش الحر قد يكون الجيش الحر هو العدو الأول لتركيا في هذا الدخول ولكن تطمئن تركيا إلى مرحلة أن هذه المنطقة أو هذا الكوريدور الأساسي هناك ما يقارب 50 إلى 60% أصله من التركومان هي تقاتل بالواسطة ولكن لا بد لها على مسافة شاسعة وواسعة من أن يكون لها تواجد عسكري ولكن بالحد الأدنى تكون قد وضعت حدا أقصى للحلم الكردي روجافا كما يقال خاصة أنه بدأنا نرى أن المعارضة السورية أو تنظيم فتح الشام وأحرار الشام بدأوا بمناوشات معينة حول منطقة عفرين في شمال سوريا هل هذا سيعني بالضرورة مواجهة مع هذه القوات الكردية التي أشرت إليها والتي تسعى إلى تحقيق منطقة روج آفا والتي قالت في وقت سابق أنها في طريقها إلى الدخول نحو الباب عزيزي أولا الأكراد هم يدفعون الثمن ولكن الأكراد أعتقد بالمرحلة القادمة سيدفعون أيضا الثمن السياسي ونتذكر الرئيس نائب الرئيس الأمريكي عندما أتى الحالي عندما أتى إلى تركيا وقالوا على الأكراد أن يعودوا إلى شرق الفرات يعني اليوم الأكراد الحلم كبير جدا ولكن اللعبة أكبر منهم والقوى المشتركة أكبر وليس لديهم حتى إمكانية العسكرية ولا الإمكانية البشرية وحتى لا الإمكانية لقيام دولة قادرة على العيش دون سوريا وحتى دون تركيا شكرا جزيلا لك العميد لياس حناء الخبير العسكري والاستراتيجي كان معنا مباشرة من بيروت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر